جريمة استهداف الحوثيين للمدن السكنية في المملكة العربية السعودية قوبلت بإدانات عربية ودولية التحالف العربي في اليمن أدان إطلاق الحوثيين لسبعة صواريخ باليستية تجاه المدن السعودية ما أصفر عن مقتل مقيم مصري وإصابة عدد آخر بشظايا الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اعتبر الحادث تطورا خطيرا يضع الأولويات في نصابها الصحيح وأهمها أن خطر التمدد الإيراني هو التحدي الأول رئيس الوزراء اليمني قال إن استهداف الحوثيين للمدن المكتظة بالسكان يؤكد الطبيعة الإجرامية لهذه العصابة مشيرا إلى أن الشرور الحوثيين لن يسلم منها أحد ولابد من القضاء عليهم وهزيمة من يقف خلفهم على حد تعبيره من جانبها طالبت دولة الكويت المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوضع حد لاستمرار تلك الهجمات مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية في حين أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للهجمات الصاروخية مؤكدة أن هذه الأعمال العدائية المدعومة من إيران تعكس الإصرار على نشر الفوضى منظمة التعاون الإسلامي من جهتها أكدت أن إطلاق ميليشيات الحوثي للصواريخ الباليستية على السعودية يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة دوليا جددت بريطانيا دعمها لجهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مطالبة طهران بالكف عن إرسال الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين والتي تطيل أمد الصراع وتضاعف من التوترات الإقليمية وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وزارة الخارجية الأمريكية أدانت بشدة الهجمات الصاروخية الحوثية وصفة إياها بالخطيرة كما أكدت في بيان لها دعم حق السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات